اقول لك حاجة ودي هقولها الاول مرة من 3 سنين تقريبا كنت بتكلم مع حضرتك برا الهوى وقلت لك كابتن ابراهيم انت واحد من عشر الحكام اللي في مصر واحيانا الشيطرة دي بتروح على جنب كده والناس بتاخدش بالوها منها لما بتشوف كابتن ابراهيم عصبي شوية في الملعب متنرفس شويتين تلاتة لدود افعاله صعبة شوية وانا انا فاكر انت ساعتها قلتلي كلنا بنتطور فكلنا حتى في الامور ديات بنتطور هانا انت كنت شايف ان انت كنت في منطقة فيها عصبية زيادة وانت عارف تعمل عليها كنترول بعد كده وبقت تشتغل عليها كويس والله انا اتمرنت عليها يعني انا طبعا لما بصيت ليت اكتر باعلامي بيكلمني بصفة شخصية بزاط وبيحاول يلفت نظري ان الامور دي هتبقى خارجة عن السيطرة في المستقبل او غير مقبولة عند البعض او بتشويش على شغلك او بتخلي الناس تسيب 95 دقيقة انت عامل كل حال كويسة ومدربين بيطلعوا او ادريين او صحفيين او االميين او محللين بيتكلموا كل القصة في طريقة معينة ان انا تعاملت بيها مع احد اللاعبين او احد الاجهزة الفنية طبعا بدأت اتمرن عليها رغم ان هو كان امر غير مقبول عندي لان دي شخصيات وده طريقتي صح وانا ما بتعمتش ان انا اتعالي على حد هو فرض الشخصية شيء والتعالي شيء تاني هو ما بينهم شعرة طبعا بس لازم الناس تعرف ان في فرق ما بين التعالي وبين الثقة بالنفس انا راح اشتغل في مكاني انا مسؤول عن ارزاق فرقتين صح لما انت هتكلمني في علم النفس كترة كلام بيفقد التركيز كويس فحضرك لما تيجي تكلمني كتير هتخليني بدل ما انا مركز في شغلي وفي تحرقاتي وفي شؤون الادارية والفنية بركز ان ارد عليك التركيز دوت بيخرجني برا الكتر الكلام ده بيخرجني برا التركيز واللي بيعترد دوت هو خراج برا التركيز شوفها طب ما انا هشوفها انا عايز اركز انا عايز اسمعهم شفت انت قلت ايه انت دلوقتي لو انت في الارباز المخرج عمال يكلمك في السؤال في السؤال انت تركز اقول لك حاجة بصراحة بشفك على الحكام لما يتلم عليه اللعيبة وانا المفروض بقى اسمع واخد قرار واتناقش فيه وانت مين بيكلمك دلوقتي واحد وانت ممكن تفق التركيزك صح وممكن في الفاصل تقول له منفضلك استخلص السؤال تبدأ انت بالعامية ان انت تسوق الموقف تمام تمام ده نوع من انواع فرض الشخصية ان انت حاجة من الاتنين القانون بيقول اللعب اللي يجي يكلمك بتعمل فيه ايه على طول انزار انزار طب احنا بقى نازلين نفرق انزارات لا طب انا لو فرقت انزارات المباراة تاها حصل فيها ايه حصل تتوتر صح انت كده ما عندك شخصي يبقى ابي ان انت تسيطر على المباراة بشخصيتك صحيح زوجت تحكيم شخصي ثم اقدار صحيح فلو انت بتفتقد الشخصية هتفتقد الادار هتفتقد ان انت تسيطر على المباراة واللعيب هم فهم حاسبينها بقى ان ده تعالي انا ما بتعاليش دليل على كده ان تسعة وتسعين في المئة هم من مجالس ادارة الانديه واللعبين والاجهزة الفنية اصدقانا اشتركوا في القناة